هذا وقد وافق المجلس على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد الحميد دشتي كما رفعت تلقائيا عن النائبين سعدون حمد ونبيل الفضل لانتهاء المدة المحددة بشهر البت فيها ومن جهة أخرى قال وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الحكومة تشارك النواب القلق مما يحدث في المحيط الإقليمي مؤكدا أن سياسة الكويت الخارجية وضعها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وهي سياسة الاعتدال والاتزان والحكومة تسير في هذا الاتجاه ترجمة نانسي قنقر